السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين وأزواجه أمهات المؤمنين وصل علينا يا رب معهم بمنك وكرمك ورحمتك وانت أرحم الراحمين وبعد فحياكم الله جميعا إخواني وأخواتي هذه ليلة الخميس الموافقة للرابع عشر من شهر شوال لعام 1442 من الهجرة الموافقة للسادس والعشرين من شهر مايو لعام 2021 ونحن الليلة بحول رب العالمين على موعد مع اللقاء الثالث والثلاثين من لقاءات العقيدة والتوحيد وتجديد الإيمان ولازلنا بحول الرحيم الرحمن نتحدث عن صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالتفصيل بالأدلة الصحيحة الثابتة وبأقوال أهل الفضل والعلم من سادتنا وفقهائنا وإمتنا جزاهم الله عنا خير الجزاء توقفنا عند مسألة مهمة يحتاج إليها كل مسلم يريد أن يصلي كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي ما هي السنة في القراءة في الصلوات الخمس بعد قراءة صورة الفاتح ما الذي يسن قراءته في صلاة الفجر السنة التطويل في القراءة في صلاة الفجر هذه سنة النبي عليه الصلاة والسلام بل وهناك إجماع على ذلك واتفقت المذاهب الفقية الأربعة على أن السنة الإطالة في القراءة في صلاة الفجر قال بذلك الأحناف والمالكية والشافعية والحنابلة استدلوا على ذلك ببعض الأدلة الرقراق الجميلة روى البخاري ومسلم من حديث أبي برزة رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الفجر ما بين الستين إلى المئة آية عليه الصلاة والسلام ما بين الستين إلى المئة آية في صلاة الفجر في رواية تنيا في صحيح مسلم من حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الصلاوات كنحو من صلاتكم التي تصلون اليوم ولكنه كان يخفف كانت صلاته أخف من صلاتكم وكان يقرأ في الفجر الواقعة ونحوها من الصور الرواية دي تاني الرواية الجميلة دي تاني وأرجو من الأئمة أن يستمعوا إليها والحديث في صحيح مسلم عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الصلاوات كنحو من صلاتكم التي تصلون اليوم ولكنه كان يخفف كانت صلاته أخف من صلاتكم وكان يقرأ في الفجر الواقعة ونحوها من الصور أي ما يساويها ويعادلها في الآيات من الصور في رواية أخرى صحيح مسلم عن جابر بن سمرة أيضا رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الفجر بقاف والقرآن المجيد ونحوها فكانت صلاته بعد إلى التخفيف يعني في الفجر تقرأ قاف على الركعتين جميل تقرأ الواقعة على الركعتين جميل وهكذا كان صلى الله عليه وسلم كان صلى الله عليه وسلم يقرأ في الفجر قاف والقرآن المجيد ونحوها فالصبح يأتي على الناس وأكثر الخلق نيام ربما يستيقظ كثير من الناس على الإقامة مثلا أو حتى على قراءة الإمام في بعض الأماكن التي تسمح بإذاعة الصوت خارج المساجد فربما يقوم ويتوضأ ويستعد للصلاة ويدرك الإمام في الركعة الأولى إن كان الإمام يطيل القراءة نوعا ما في صلاة الفجر كان يقرأ مثلا بصورة الواقعة أو بصورة قاف ربما يدرك المسبوق ومن أهل العلم من قال للحكمة في أطالة القرآن في الصلاة في صلاة الفجر أن قرآن الفجر مشهود من الملائكة إن قرآن الفجر كان مشهودا فهو يطيل قراءة القرآن في صلاة الفجر ومنهم من قال بل لما كان صلاة الفجر ركعتين وصلاة الفجر يا صلاة الصبح لا فرق بينهما لأن بعض إخواننا يلتبس عليه الأمر ما هي صلاة الفجر وما هي صلاة الصبح صلاة الفجر يا صلاة الصبح وصلاة الصبح يا صلاة الفجر فلما كانت صلاة الصبح أو صلاة الفجر ركعتين اثنتين كأن النبي صلى الله عليه وسلم أطال القراءة عوضا لنقص عدد ركعتها عوضا لنقص عدد ركعتها كذلك صلاة الفجر تكون في وقت خل فيه السمع والقلب واللسان عن الاشتغال بأي أمر من أمور الدنيا فهو من أعظمي وأرقي وأصف الأوقات لسماع القرآن وتدبره صلاة الفجر لها مذاق خاص لها مذاق خاص ورب الكعبة وأنا أعجب لكثير ممن يظنون في أنفسهم الخير بل وربما الصلاح وهم مضيعون لصلاة الفجر ونسي هؤلاء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أثقل الصلاة على المنافقين صلاة الفجر وصلاة العشاء والله الذي لا إله غيره لطالما بكيت وأنا عائد من المسجد بعد صلاة الفجر حين أرى جل الخلق نيام ولم يحضر الفجر إلا عدد يعد على الأصابع أين الأمة أين المسلمون أين من يريدون النصر على العدو وهم لم ينتصر على أنفسهم ولا على شياطينهم من شياطين الجن ينام عن صلاة الفجر والأمر عاد جدا بل ربما مع صبق الإصرار والترصد يضبط منبهه على وقت العمل لا على وقت الصلاة ويسقط صلاة الفجر عن قصد وعن عمد من وقته ومن برنامجه اليومي وقت ما يصحب أي صلي تطلع الشمس يأزن الظهر يأزن العصر ما فيش مشكلة مأساة ورب الكعبة مأساة ومصيبة كبيرة من أعظم المصائب ولذلك أنا أعجب لأمة تريد النصر مضيعة لصلاة الفجر مضيعة لصلاة الفجر يا أخي أصدقك القول إن ضيعت الفجر بلا عذر فاعلم أن فيك نفاقا فاعلم أن فيك نفاقا يحتاج إلى دواء يحتاج إلى علاج لا تضيع صلاة الفجر أبدا بل هي ترمومتر حقيقي إن أردت أن تقيس به الإيمان والنفاق إن حافظت على صلاة الفجر في البرد والشتاء والصيف وانتفطت وتركت فراشك وتركت أهلك وقمت لا أقول قبلها بساعة لتقف بين يدي الله على الأقل بدقائق صليت ركعة واحدة وخرجت إلى بيت من بيوت الله جل وعلا ووضبت على ذلك وحفظت ذلك فعلا بأنك على الخير وإن ضيعت فعلا بأنك على شر عظيم وبأنك واقع في مصيبة كبيرة وأكبر منها أنك لا تدري أنها مصيبة وأن الأمر عادي فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غي وقال صلى الله عليه وسلم من ترك صلاة واحدة متعمدا الرجل اللي بضبط منبه ده على سبع الصبح ده متعمد ضيع الفجر ولا لا ده متعمد ضيع صلاة الفجر ولا لا يقول عليه الصلاة والسلام من ترك صلاة واحدة متعمدا فقد برئت منه ذمة الله تقدر على ذلك تقدر على ذلك ووالله الذي لا إله غيره لو طلب منك رئيسك في العمل أن تحضر له في مكتبي في الساعة الرابعة أو الثالثة والنصف في وقت الفجر صباحا ورب الكعبة لكنت قبل الوقت ماثلا بين هديه وإن الله وإن إليه راجعون فصلاة الفجر كان صلى الله عليه وسلم يطيل القراءة فيها لأن وقتها وقت يفرغ فيه القلب والسمع واللسان تستشعر فيه السكون والسكينة وشهود الملائكة فكان صلى الله عليه وسلم يطيل القراءة فهو وقت أدعى لسماع القرآن ولتدبر القرآن وفيه نزل قول الرحيم الرحمن فإذا قرأ القرآن فاستنعوا له وأنصطوا لعلكم ترحمون وهنا مسألة أخرى ألا وهي ما حكم القنوط في صلة الفجر هذه مسألة تحدث خلافات كبيرة طائلة في بيوت الله جل وعلا ما حكم القنوط في صلة الفجر مذهب الأحناف والحنابلة وهو قول طائفة كبيرة من السلف واختيار ابن تيمية واختيار ابن القيم واختيار الشوكاني وغيرهم أنه لا يشرع القنوط في صلة الفجر لا يشرع القنوط في صلة الفجر سدل على ذلك بما رواه ابن جرير في مسند ابن عباس بسند صحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يقنط في الفجر إلا إذا دعا لقوم أو دعا عليهم كان لا يقنط في الفجر إلا في نزله يدعو لقوم أو يدعو على قوم كما قام صلى الله عليه وسلم شهرا كاملا يقنط في صلاة الفجر على من قتلوا قراء القرآن من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام يبقى القول الأول للأحناف والحنابلة وبه قال كثير من السلف أنه لا يسن ولا يشرع القنوط في صلاة الفجر دائما بل كان صلى الله عليه وسلم يقنط في الفجر إذا أراد أن يدعو لقوم بالسلامة والنجاة أو أن يدعو على قوم بالهلاك ولو كان القنوط في صلاة الفجر سنة راتبة يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم كل صلاة وكل صبح ويجهر به ويؤمن من خلفه من الصحابة رضي الله عنه لنقل ذلك فلا يمكن أبدا أن يفعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك كل يوم ثم لا ينقله عنه صغير ولا كبير لا يمكن ذلك أبدا واستدلوا بما رواه ابن أبي شيبة والطحاوي وغيرهما بسند صحيح عن أبي مجلز قال صليت مع ابن عمر رضي الله عنه صلاة الصبح فلم يقنط عبد الله بن عمر من أشد الصحابة اتباعا لرسول الله عليه الصلاة والسلام فقال له أبو مجلز لا أراك تقنط لا أراك تقنط أي في صلاة الصبح فقال له عبد الله بن عمر رضي الله عنهما لا أحفظه عن أحد من أصحابنا لا أحفظه عن أحد من أصحابنا وروا أبو داود والترمذي وابن ماجه بسند صحيح عن أبي مالك الأشجعي رضي الله عنه قال قلت لأبي يا أبتي إنك قد صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلف أبي بكر وعمر وعثمان وعلي خلي بيلك من الرواية الجميلة دي وروا صحيحة عند أصحاب السنة عن أبي مالك الأشجعي رضي الله عنه قال قلت يا أبتي إنك قد صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلف أبي بكر وعمر وعثمان وعلي ها هنا بالكوفة نحوا من خمس سنين أكانوا يقنتون أي فصلت الصبح وقال له والده أي بني محدث محدث لم يقنت هؤلاء صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم يبقى هذا هو القول الأول في حكم القنوت في صلاة الصبح القول الثاني بينما يرى الشافعية والمالكية أن القنوت في صلاة الفجر سنة واستدل على ذلك بما رواه أحمد وصححه الإمام النوي وغيره عن أنس بن مالك رضي الله عنه وقال ما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقنت في الفجر حتى فارق الدنيا وقال الإمام أحمد لا يقنت إلا في النوازل لا يقنت إلا في النوازل لا قنوت إلا في النوازل إذا نزل بالأمة نزل يسن للإمام أن يقنت في الفجر بل وفي الصلوات كلها في النوازل لكنني أتحدث الآن عن قنوت صلاة الفجر فلا نزاع ولا خلاف في وقوع القنوت من النبي صلى الله عليه وسلم إنما الخلاف في استمرارية القنوت في صلة الفجر وكل فريق كما رأيتم له أدلته والأمر واسع وكما ذكرت قبل ذلك قول ابن تيمية الاختلاف في مسائل الأحكام أكثر من أن ينضبط ولو كان كلما اختلف مسلمان في شيء من مسائل الأحكام تهاجر لم يبق بين المسلمين عصمة ولا أخوة طيب تعالوا المسألة التانية ما يسن قراءة في صلاة الظهر اختلف العلماء فيما يسن قراءة في صلاة الظهر على قولي قالوا من السنة القراءة في صلاة الظهر بأوساط المفصل بأوساط المفصل المفصل في القرآن الكريم يبدأ من سورة قاف ومنهم من قال يبدأ بصورة الحجرات من أول سورة قاف إلى آخر سورة الناس أو من أول سورة الحجرات إلى آخر سورة الناس هذا يسمى بالمفصل وهو ثلاثة أقسام المطول من والوسط والقصير قصار المفصل فقالوا تسن القراءة في صلاة الظهر بأوساط المفصل هذا مذهب الأحناف ومذهب الحنابلة واختيار كثير من علمائنا المعاصرين استدلوا على ذلك بما رواه أبو داود والترمذي والنسي بسند صحيح عن جابري بن سمره رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الظهر والعصر يقرأ في الظهر والعصر بصورة الطارق والبروج والسماء والطارق والسماء ذات البروج ونحوه من الصور دا أوسط المفصل وسط المفصل لكن طوال المفصل قاف والحجرات فكان صلى الله عليه وسلم في صلاة الظهر والعصر يقرأ بصورة والسماء والطارق والسماء ذات البروج ونحوها من الصبر أي المعادلة والمشبهة لها في عدد الآيات في رواية صح مسلم عن جابر بن سمر أيضا قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الظهر بالليل إذا يغش والليل إذا يغش ويقرأ في العصر نحو ذلك ويقرأ في الصبح أطول من ذلك كما بينا هذه رواية جابر في صح مسلم فتسن القراءة في الظهر بقصار بأواسط المفصل ده قول قول التاني قال له لا بل تسن القراءة في الظهر بطوال المفصل بصورة قاف بصورة الحجرات وهذا مذهب الجمهور من الأحناف والملكية والشفعية واستدلوا على ذلك ما رواه مسلم من حديث أبي سعير الخدري رضي الله عنه قال حزرنا حزرنا يعني حزرنا يعني قدرنا بالتخمين أو الحدس قدرنا بالتخمين أو الحدس حزرنا قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الظهر والعصر فحزرنا قيامه في الركعتين الأوليين من الظهر قدر ثلاثين آية قدر ثلاثين آية وحزرنا قيامه في الأخيرتين على النصف من ذلك وحزرنا قيامه في الأوليين من العصر على قدر الأخيرتين من الظهر أقصر وأقل وحزرنا قيامه في الأخيرتين من العصر على النصف من ذلك كيف كانت قراءته صلى الله عليه وسلم في صلاة العصر ذكرت قبل ذلك تسن القراءة في العصر بأوساط المفصل ومذهب الجمهور الأحناف الشافع الملكية الأدلة ذكرنا حديث جابر بن سمر كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الظهر والليل إذا يغشى وفي العصر نحو ذلك وفي الصبح أطول من ذلك وعند أصحاب السنن بسند صحيح عن جابر بن سمر رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في صلاة الظهر وصلاة العصر والسماء ذات البروج والسماء والطارق وشبههما طيب ماذا كان يقرأ في صلاة المغرب كان يقرأ في المغرب بقصار المفصل هذا باتفاق المذاب الفقهية الأربعة استدل على ذلك بما روه أحمد وأبو داود والنسائي بسند صحيح صححه أحمد شاكر والألباني رحمه الله الجميع عن سليمان بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه قال ما صليت وراء أحد أشبه صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم من فلان قال سليمان كان يطيل الركعتين الأولين من الظهر ويخفف الأخيرتين ويخفف العصر ويقرأ في المغرب بقصار المفصل ويقرأ في العشاء بوسط المفصل ويقرأ في الصبح بطوال المفصل استدل بمراه مالك والطحاوي وغيرهما بسند صحيح صححه النوي وغيره عن عبد الله الصنابحي أنه صلى وراء أبي بكر الصديق رضي الله عنه المغرب فقرأ في الركعتين الأولين بأم القرآن يعني بصورة الفتحة وصورة من قصار المفصل ثم قام في الركعة الثالثة فدنوت حتى كاد التمس ثيابي ثيابة فسمعت قرأ بأم القرآن وهذه الآية ربنا لا تزق قلوبنا بعد إذا ديتنا وهب لنا من لذنك رحمة إنك أنت الوحاب فما الذي كان يقرأ بيه صلى الله عليه وسلم في صلاة العشاء يسن القراءة في صلاة العشاء بأوساط المفصل وذلك باتفاق المذاهب الفقية الأربعة واستدل على ذلك بما رواه أحمد والنساء بسند الصحيح عن سليمان بن يسار عن أبي هريرة في الحديث الذي ذكرته آنفا وهنا مسألة أخرى في غاية الأهمية متى يجهر بالقراءة بعد صورة الفاتحة ومتى يسر بها يشرع أن يجهر الإمام بقراءة الصورة بعد صورة الفاتحة في صلاة الصبح وفي الركعتين الأوليين من المغرب والركعتين الأوليين من العشاء يسن للإمام أن يجهر بقراءة الصورة من القرآن بعد قراءة صورة الفاتحة في صلاة الصبح في الركعتين وفي الركعة الأولى والثانية من صلاة المغرب وفي الركعة الأولى والثانية من صلاة العشاء لما رأى البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال إن أم الفضل سمعته وهو يقرأ والمرسلات عرفة فقالت يا بني والله لقد ذكرتني بقراءتك هذه الصورة إنها لآخر ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بها في المغرب صورة المرسلات وفي الصحيحين من حديث جبير بن مطعم رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ في المغرب بالطور والطور وكتاب مصطور في رق منشور إلى آخر السورة الجميلة كان صلى الله عليه وسلم ما يقرأ بها في الصلاة المغرب وفي الصحيحين عن أبي رافع قال صليت مع أبي هريرة رضي الله عنه العتمة فقرى إذا السماء انشقت سورة الانشقاق فسجد في سجدة في آخر السورة فقلت له أي قال له أبو رافع لماذا سجدت فقال له أبو هريرة سجدت خلف أبي القاسم صلى الله عليه وسلم فلا أزال أسجد بها حتى ألقاه سجدت خلف أبي القاسم صلى الله عليه وسلم فلا أزال أسجد بها حتى ألقاه وفي الصحيحين أيضا من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال انطلق النبي صلى الله عليه وسلم رواية جميلة جدا قال انطلق النبي صلى الله عليه وسلم في طائفة من أصحابه عامدين إلى سوق عقاض وقد حيل بين الشياطين وبين خبر السماء وأرسلت عليهم الشهب وأننا كنا نقعد من مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهاب الرصد وأرسلت عليهم الشهب فرجعت الشياطين إلى قومهم فقالوا ما لكم فقالوا حيل بيننا وبين خبر السماء وأرسلت علينا الشهب أي الحارقة قالوا ما حال بينكم وبين خبر السماء إلا شيء حدث في أمر عظيم وقع كان الشعراف البعثة النبوية لسه فاضربوا مشارق الأرض ومغاربها فانظروا ما هذا الذي حال بينكم وبين خبر السماء فانصرف أولئك أي النفر من الجن الذين تأجهوا نحو تهامة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو بنخلة عامدين إلى سوق عقاض وهو صلي بأصحابه صلاة الفجر كان أول مرة يستمع الجن للقرآن الكريم من رسول الله عليه الصلاة والسلام والنبي صلي بأصحابه صلاة الفجر ويقرأ القرآن ويقرأ القرآن فلما سمعوا القرآن استمعوا له وأنصطوا له فقالوا أي هذا النفر من الجن هذا والله الذي حال بينكم وبين خبر السماء هذا والله الذي حال بينكم وبين خبر السماء فرجعوا إلى قومهم وقالوا يا قومنا إن سمعنا قرآنا عجبا يا سبحان الله الجن إن سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فقط لا بل أعلنوا إيمانه مباشرة يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا كان هذا النفر من الجن أعظم سماعا للقرآن وأرقى استجابة من كثير من الخلق ممن فضلهم الله على كثير من من خلق قالوا يا قومنا إن سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا فأنزل الله سبحانه على نبيه صلى الله عليه وسلم سورة الجن قل أحيى إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إن سمعنا قرآنا عجبا الآيات وفي آيات سورة الأحقاف الجميلة وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصطوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين قالوا يا قومنا إن سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين هديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض وليس له من دونه أولياء أولئك في ضلال مبيل يبقى حكم مهم جدا ألا وهو حكم المأموم المأموم لا يجهر بالقراءة وإنما السنة للمأموم الإصرار بالقراءة سواء سمع الإمام أم لم يسمع الإمام والأدلة على ذلك من السنة ما رواه مسلم حديث عمران بن حسين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وصل الظهر فجعل رجل يقرأ خلفه سبح اسم ربك الأعلى فلما انصرف قال عليه الصلاة والسلام أيكم قرأ أو أيكم القارئ فقال رجل أنا يا رسول الله فقال صلى الله عليه وسلم قلت قد ظننت أن بعضكم خالجنيها يعني خالجني القراءة فالسنة للمأموم الإصرار بل ويكره له الجهر وقد نقل الإجماع على ذلك ابن قدامى والنووي وغيرهما فما حكم الجهر للمنفريد في الصلاة الجهرية ما حكم من صلى من فردا هل يجهر بالقراءة وحده أم يسر بالقراءة بعد صورة الفاتحة وهذا نتعرف على جوابه في اللقاء المقبل إن شاء الله تعالى انقدر البقاء واللقاء وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته